أعلم بحضراتكم من جديد وبالتأكيد الحديث عن المسابقة الأغلى والأجمل والأقوى كأس العالم في فا قطر 20-22 دخلنا في المراحل الحاسمة ومباراة الجولة التالتة بدأت النهاردة بالتأكيد بالنسبة لي لقوات المجموعة الأولى لكن قبل ما أدخل في تفاصيل هذه البطولة يمكن قبل انطلاق البطولة الحمد لله يمكنك اللي هي رؤية كده بخصوص هذه البطولة وقلت من البداية المنتخبات العربية اللي هتقدر تقدم كرة حقيقية ويبقى لها فرص في التأهل رغم صعوبة المجموعة منتخب السعودية منتخب المغرب ويمكن ده حدث بالفعل في مباراة الجولة الأولى والتانية شفنا أداء مميز جدا للسعودية على الأرجنتين شفنا مكسب وانتصار عظيم للفري الأغدر السعودي واللقاء الثاني نقدر نقول ما كانش فيه توفيق ما كانش فيه حظ وقدر المنتخب البولندي أنه يكسب السعودية اتنين ناسف نفس الأمر بالنسبة للمنتخب المغربي عمل نتيجة مميزة جدا أمام المنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم الماضي وفي المباراة التانية تعلق وفازة المغرب على بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء وبالتالي عندها فرصة أنها تتصدر المجموعة إذا فازت على كندا في لقاء الجولة الأخيرة بإذن الله وبالتأكيد مهم جدا الفوز والصدارة بالنسبة للمغرب عشان تبتعد عن مواجهة أسبانيا أبرز المرشحين لصدارة المجموعة الأخرى المنفسة لمجموعة المغرب نفس الأمر بالنسبة للمنتخبات الإفريقية توقعت من البداية أن منتخبات إفريقية هي كلها التفوق والكلمة على المنتخبات الأسيوية مش باتكلم في المواجهات المباشرة بس باتكلم كمان في النتائج والتأهل للمراحل المتقدمة في بطولة كاس العالم السرغال دلوقتي بتلعب مع الأقوادور إن شاء الله نسبة تأهلها إذا فازها تكون كبيرة جدا المغرب عندها نسبة كبيرة جدا تونس عندها نسبة ولكنها أليلة شوية أنها بالتأكيد لازم تكسب بفرنسا وتنتظر نتائج مباراة للدينمارك وأستراليا غيانا عملت نتيجة مميزة بالفوز على كوريا الجنوبية 3-2 وخسرت من البرتغال في اللقاء الأول رغم الأخطاء التحكمية عملت مباراة كبيرة لكن خسرت 3-2 وبالتالي عندها فرصة كمان أن هي تصعد إذا فازت على أرجوي في الجولة الأخيرة وممكن كمان تتساوى في النقاط مع البرتغال محدش يارف الجولة الأخيرة ممكن البرتغال لا تخسر فتبقى الغانا 6 والبرتغال 6 فكل شيء وارد بالتأكيد فيه الكورة خلال الفترة جاء لكن رهاني على المنتخبات العربية السعودية والمغرب كانت نتائجها أفضل من قطر وتونس والمنتخبات الإفريقية وفيه كم واجهة إفريقية أسيوية تمت في البطولة قطر كسبة السنغال كوريا خسرت من غانا وتونس خسرت من أستراليا وبالتالي ننتظر بقى النتائج خلال الجولة الأخيرة هتكون جولة فصلة